اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن اعظم الكلمات التي يستطيع ان يعيشها الانسان كان حديث يقول ليس من من لم يتغنى بالقرآن وذال له دلالات كثيرة عند اهل العلم لكن من اخطر الدلالات واعذبها واغربها ان القرآن يكون غنى لك من لم يتغنى بالقرآن كأنه يستغني بهذا القرآن تمام وكان الشاعر يقول كلانا غنى عن اخيه حياته اذا نحن متنا اشد تغنية كلانا غنى عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تغنية يعني لا استغناء يعني فكأن القرآن هذا يغني حياة الانسان عن اي شيء وعن كل شيء اذا ما فهم وحفظ وقرأ وتلأ انتفع به الانتفاع التام اكيد شيخنا القرآن الكريم في حياة الانسان اصاروا مشارجين نعم 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه ده صباح ندى وصباح خير وصباح بركة صحيح وصباح رزق عظيم من الله جل وعلا نحرك توجهنا هذا التوجيه الجميل نعم ان احنا يبقى يومنا كلامنا فيه عن كلام الله جل وعلا سيد الكلام نعم ان احنا نرجع تاني نقول للأمة كلام ربنا يا ناس نعم ان احنا نقول للأمة ديت رسالة الله إليكم صحيح ان احنا نقول للأمة ان الله جل وعلا انزل الكتاب اللي هو أعظم الكتب على أعظم الملائكة الوحي على أعظم البشر ده كله كانت بركة القرآن الكريم بركة قال كتاب أنزلناه إليك مبارك نعم والله ربنا هيبرك لك في كل شيء صحة العافية المذاكرة العمل الولد كل شيء نعم ربنا سبحانه وتعالى لما يقول طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم عمر ما القرآن هي يلازمه شقاء مع العبد الله عمر ما يجتمع القرآن في قلب إنسان ويبقى إنسان شقي ولا إنسان محروم نعم ولا إنسان خايف ولا إنسان مضطر ولا إنسان عند وساوس ولا إنسان مريض نفساني ولا إنسان بيعاني من الطرابات نفسية ولا 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 أبدا إطلاقا وكذلك أنزلنا إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا تخيل سيدنا أكاد أجزم جزما تاما من بعد يعني معايشة شديدة جدا ليس هناك على الإطلاق قدرة على تحديد المرض النفسي وليس هناك قدرة على تحديد علاج إلى الآن نعم برغم كل الأبحاث والمنتديات والجلسات والمؤتمرات والبتاع ليس هناك اتفاق ولا قدرة على تحديد الأمراض النفسية بدقة ولا تحديد العلاج لها بدقة وليس لها علاج على الإطلاق إلا في هذا الكتاب وما دون تحركت يعني وصلت وتطرقت النقطة دية لعل إحنا نفوق شوية من الغيوبة اللي إحنا فيها صحيح إن بعض الناس خلاص أظنوا إن القرآن ده للموتة صحيح لحالات النكد إيه يا ابني لا سمح الله هو أنتوا عندكم ميتم ولا إيه لما يلقينا مثلا مشغلين القرآن يعني أي إيه يا ابني اللي حصل يا ابني نعم لا ده دلوقتي الغرب الغرب الكافر اللي هو أصلا ما يعرفش يعنيه قرآن ولا محتوى القرآن نعم ده بيتكلم دلوقتي إن القرآن وسيلة علاج صحيح لهم دلوقتي في المصحات النفسية بتاعتهم بيقعد المريض ويحط على ودنه هيدفون ويقول له اسمع المحتوى ده دلوقتي هو ما هوش فاهم يعني إيه نعم وناس كتير دلوقتي بتحكي قصة إسلامها إنه لما سمع القرآن وصل به الحال للنتيجة دية وننزل من ما هو شفاء ورحمة طب الأية بقيت يا شيخنا صحيح ولا يزيدوا الظالمين إلا خسارة هو القرآن هو 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 لما نزل على صدر الإنسان المؤمن نزل عليه بالسام نزل شفاء شفاء لإيه لأمراض الروح ولا لأمراض البدن ولا ليك ليهما معا الجواب ليك ليهما معا صحيح القرآن شفاء في عم الأمراض العضوية صحيح أيوة شفاء نحن ندين لله جل وعلا بذلك نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرقية صحيح سيدنا أبو سعيد الخدر لما كان راجع بمجموعة من الناس ولقوا قبيلة أكلونا يا ابني ما أكلوهم شيء حب قالولهم ده إحنا سيد القبيلة لديغ عليش بس إحنا مشغولين عنكم أتبهتوه لما قرأ عليه سورة الفاتحة شفاه الله جل وعلا وراجل ده كان مريض دلوقتي مرض عضوي راجل ده دلوقتي كان فيه سم مرض من أشد أنواع الأمراض هو ماشي بيسري جو جسمه لما قرأت عليه الفاتحة شفاه الله جل وعلا ولما رجع سيدنا أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أبراك أنها رقية إنسان موفق إنسان أخذت بالقرآن الكريم بس إقرأ بقلبك وبعقلك وبوعيك وبفهمك وبيقينك وباليقين تجد الأمر مختلف تماما لكن الثاني ده هو هو القرآن ده يزيده ضلالا سبحان الله هو هو لأنه وصل أقبل على القرآن بقلب مغلق يقول لك عندي عيل ساعة ما بنشغل قرآن في البيت بيتعافرة صح وبيعود يسرخ نعم وبيحس مش عارف إيه جاي من إين الصراخ جاي من إين العويل قال الله جل وعلا نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن قرآن من أعظم أنواع ذكر الرحمن دي نقيد له شيطانا ركبه بيقولك ركبه شطان ركبه شطان نقيد له شيطانا فهو له قرين صحيح مش هو الولد اللي بيسرخ صحيح ده هو الشيطان اللي معاه يبقى الولد دلوقتي ده ما هواش سبب الجناية ده العجيب في الأمر يا سيدنا لما تقرأ القرآن من أجمل وأروع ما في هذا الكتاب والاتساق والاتفاق مية وحدة إحساس واحد إزاي محمد الأمي صلى الله عليه وسلم يعني إدر ينسج هذا النسيج يقولك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح الروح ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي 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 ثلاث حالات دولة سين روح لآية تانية أوى من كان ميتا فأحيينا فأحيينا كان ميت أحيينا كان ميت وجعلنا له نورا سيدنا ما كان ميت ما كانش له أي قيمة وشوف التعبير يا شيخنا يقولك ميتا ليس من مات فاصطراحة بميت إنما الميت ميت الأحياء نعم ليس من مات فاصطراحة بميت إنما الميت ميت الأحياء نعم فعلماء اللغة يقولون إن ميت مات حقيقة ولذلك تلاقي في سكون بعد الفتحة في سكون سبحان الله فكأنه سكن يا سلام على اللغة وجمال اللغة أما ميت هو من الممكن أن يكون ميت حقيقي أيها سيدنا أو الحي الذي سوف يبني لسه في حركة في حركة تشجيد موجود أيها سيدنا ذلك يقول إنك ميت وإنهم ميتون لكن أوى من كان ميتا دمت حقيقة سبحان الله إلا أحياء هذا القرآن سبحان الله وبع ذلك جعلنا له نورا التالت باء يمشي به في النساء نعم إذا الاتصاق والاتفاق إن الحياة الحقيقية جدا النور وبع ذلك هذه القوة الجميلة جدا يتحرك بها في هذه الحياة نعم هذا القرآن نعم وإحنا بنتكلم بأي سيدنا في قضية التعليم نعم عاوزين نقول للناس اللي بعيدة عن القرآن نعم يا ناس ألم تستوحشوا نعم صحيح ألم تفقدوا كنزا عظيما نعم الناس اللي ولادها ماشية مع ولادكم على سياق واحد بيحفظوا القرآن نعم يعني في ناس يا سيدنا إيه الفرق مثلا بين المدارس إيه اللي هي العامة والمدارس اللي هي الناشنال والمدارس الانترناشنال والمالتي كمان ايه ده كله الفرق في الحاجات دي كلها سياق اللغة مم إن هو دخل اللغات أو درس العلوم بالمواد تانية نعم بشكل عمل إزاي ونحط معها التجريب كمان نعم نعم وإحنا كده استوفينا إيه كل أنواع لإيه المدارس دي نعم طب إنت ما كانش صعب عليك إن أن تديد لابنك مثلا في اللغة اللي هي الإنجليزية هيديله بقى فيها نوفل رواية وهيديله 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 وساعة ما جيت عند القرآن الأمر كان صعب عليك صحيح رغم إنه والله لو كان حفظ القرآن اللي كان خيرا له صحيح وبحلف بالله ليه لإن القرآن هيعمل هيزبط له في دينه ودنياه هيزبط له مزاجه صحيح هيزبط له المداخل والمخرجات بتاعته نعم هيقيم اللغة بتاعته للصوتيات مادة كان ساعتها بقوله فوناتكس دلوقتي بقوله فونيكس كان ساعتها بالروح لها يوم مخصوص فأنا كنت شغال في الجامعة فأنا اليوم ده صعب جدا أنا روح بس بس أنا أصلا ما كنتش بحضر في الجامعة وكنت بذكر في البيت وأخذ من زميلنا الحاجات اللي بياخدوها وكلام زي كده فروحت في يوم عشان نمتحن وكان في حضوره غيابه زميل قاعد يقولولي انت كل مرة المعيدة بتنبه ان انت هتنفصل كل مرة بتنبه ان انت هتنفصل وروحت مرة قلت له بصراحة انا مش هقدر اجي تاني قلت له هتسقط في المادة فالحال قاعد تكلم قلت له انت بتجدلني كتير ليه روح يلا لإيه وأم تكتبه ورقة انت بشعب وروح لرئيس الخسم جميل وروحت لرئيس القسم عرغم انه كان حد مشهور انهم بيحبش الاخوة ولا المتدينين ولا كلام زي كده انت بتحضرش ليه قلت له انا شغال وانا ما قدرش افض نفس اليوم ده عشان انا محتاج ان انا اعمل كذا وكذا وكذا قال لي انت انا ملتح قال لي انت حافظ القرآن جميل قال لي انت دارس تجويد قلت له اه قال لي طب يقرأ كده قرأت عليه بعت لها وقال لها كده بالنص قال لها ده لسانه اضبط من لساني ولسانك وافضل من لساني ولسانك وهينتج وهيخرج المخارج احسن منه ومنك اللي قدر يدرس مثلا اطباق وهمس وامالة وقلقلة انت بتكلم انت في ايه اسازة الصوتيات على مستوى العالم يا سيد لما دخلوا في بعض السؤال عن القرآن وكذا في ناس ارسلت اليهم تسجيلات الشيح الحصري لقرآن الكريم ضبط فلم يجدوا خطأا بشريا في طريقة ضبط الحروف والمخارج سبحان الله العظيم ده الاستهال من الغربية يا سيدنا الغربية لازم انتجه بكده نعم صحيح فده سيدنا ايه شاهد ان احنا عاوزين نقول للناس دي القرآن زعالكم في ايه نعم القرآن والله لن تجدوا منه الا العز صحيح فيها شيخنا تجربة حاليا دلوقتي قرية اسمها منشية البدوي منشية البدوي مركز طلخة تبع الدقالية تبع المنصورة نعم العمليات التعليمية مثلا مادة لغة انجليزية الانجليزي بعبع الانجليزي مادة تفهى ومادة سهلة جدا 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 الانجليزي سيدنا كده حتة في النحو مثلا في العرب يعني مش الحاجة الانجليزي ايه مش زي العربي قاعدة سابتة ومشين عليها او العربي مش كده بالنص يعني انما الانجليزي احنا عندنا فيه بريتش وفيه امريكا وفيه استراليا وفيه ساوث افريكا يعني ايه من كل بلد كل بلد عاوزة تحط صبغة معينة. نعم. ده كله بيحط في مصلحة المتعلم. نعم. انهم انا مش ملتزم بقاعدة معينة. دايما كده كان ايه وحنا مثلا في الجامعة مثلا يقولك ايه انت نطقت الكلمة دي ات غلط. نقوم نقوله انت انت بتنتهي ايه يقولك امريكا نقوله انا بريتش. انا بريتش. وده يقول لقى سنة معلش ثقافتي ماشي ايه مع الانجليش الاسترالي. وده مع الجنوب افريقي. وده لقى سنة اللي هي تأثر بالهندي. فالدنيا ضائعة. ايه اللي انا اظن. ده غير بيقولك اه لو رجعت دلتميت ربعمائة سنة الوراء تلاقي الاصول بتاعت اللغة مختلفة. مختلفة تماما. تماما. اه. اه. فتلاقي حركة دلوقتي المعضلة اللي انا اعتقدها ان ما فيش المدرس الفاهم كويس اللغة دي. اللي هو ما يعرفش يقول للطالب ان ازاي ده ماضي وازاي في نفس الوقت مستمر. اللي هو ما يعرفش يقول درس ان ده ازاي مستقبل لسه يحصل وازاي في نفس الوقت مستقبل تام. مم. ما اللي هيقوله بقى ازاي مستقبل تام ومستمر. هو مش فاهم كده. ايه. فما مقدرش يوصل للطالب. فكادت المشكلة اللي كنت بكلم حرك فيها من شوية. ايه. ان الولد عمال ياخد المضارع البسيط تانية وتالتة وربعة وخمسة وستة. اه. ولسه ما اتقنوش. مم. لسه ما جابوش. صحيح. نعم. 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 في يعني يعتبر الحفز القرآن حماية وقاية شديدة جدا. نعم. نعم. في هذا الامر. كنا سيدنا كنا سيدنا يعني عشان بس يعني في فائدة عاوزة اه اه مستمعين لها. اه. واحنا بنضرب المثال. ايه. 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 وانا في منشية البدوي. اه. الناس سيدنا الولاد ختموا القرآن. اه. انا كنت في اه مع زميلنا في معهد العلم والايمان. ايه. فباحكي للاخوة المحفظين. ايه. اللي انا شفته. يوم ما رحت ايه شفت التجربة دي. ايه. ايه. يا عم انت اتكلم انت بتقوله ده. يعني لو من غيرك. نعم. كنا كدبناه. صحيح. انت زي بتقولي الكلام ده. قالوا لي ولكن احنا مش مسدقينه. مم. لي يا جماعة كده. قالوا احنا كل سنة بنقعد نعمل ختمات مراجعة ونقعد نعمل امتحانات ونجيب كتب متشابهات. ونشوف الاسئلة الصعبة. عشان ندخل المسابقات المحلية هنا. نعم. مستحيل ان احنا نحقق فيها رقم. مم. انت زي كان وصلوا في وقت من الاوقات. ان كان العشرة الاوائل على مستوى مصر. سبعة منهم من الاولاد من القرية دي. في السن ده. سن ست سن وسبع سنين. مم. فقالوا لي يا. قالوا لي الموضوع مش سهل ان انت تاخد مركز اول في المسابقة على مستوى مصر. او على مستوى العالم. مم. قالوا الموضوع صعب جدا جدا. مم. طب الموضوع كان بالنسبة للاولاد دولن ايه. انهم ختموا الختمة بتاعتهم. مم. وبدأوا كلهم يدوا خمس ساعات ختمة التلاوة. عمالين يطرق و يطرق و يطرق و يطرق و يطرق و. مم. ما كانوش يعني يا سينا دا الرسل الولاد دولا مواضع الايات في صفحة ايه وصورة ايه يمين وشمال. مم. فوقو فوقو انه هما بيقولوا الولاد مثلا ايت كذا فين. يقول انه في صورة ايه تقصد? ولا تقصد في صفحة ايه? ولا تقصد فين بالضد? انت تعرف تقول لي الكلام ده? ايوة. هو خلاص هو عمال يقلب الصفحة عمال يقلب الصفحة. صحيح. اتنسخت جواه خراص بقى هو عنده تصور كامل ووظف السمع ووظف البصر كيان كاميرا تسجل وتحفظ الجديد يا شيخنا الولاد خلصوا المرحلة دية طب الولاد لسه عندنا في سن الحضانة ما قبل المدرسة قبل سن ست سنين ده احنا عندنا دلوقتي الولاد يا شيخنا احنا عندنا معاناة والله العظيم توجع القلب ان الولاد بيخلص ابتدائه واعداده لسه ما بيعرفش يقرأ ما بيعرفش يكتب اسمه ما بيعرفش ياخد نص املة خلص سنوية وما بيعرفش يتملأ ما يعرفش يقرأ فقرة على بعضها لا الولاد دول كانوا ختموا القرآن بما فيه طب نعمل ايه؟ طب قال لك اديهم شوية ايه؟ اديهم مثلا ايه نص متن في التجويد خلصوه متن في التوحيد كان رئيس مجلس قدارة الجمعية هناك دكتور بدرس لغة عربية في المدينة المنورة بقال لهم الولاد دولا بقى يا انا يا هم احنا ندي الولاد دولا يا شيخنا الفية ابن مالك الكلام ده انا بطلب من حضرتك لان انا عارف ان حرك مستغرب واطلب من اخوة المشاهدين يخش على اليوتيوب دلوقتي ويكتب ايه؟ اطفال منشية البدوي في المنصورة نعم اما روحت هنا وشيخنا الشيخ اسمال عبد الفتاح وورينا الكلام ده الكلام ده كلام ظاهريا لا يصدق بدأوا يدوا للولاد الفيت ابن مالك انت عارف يا شيخنا عشان يعني نتكلم على اصل القرآن ان العقل هي تفتح والملكات هتزيد والموهب والقدرات هتبقى ضعاف مضاعفة بشكل لا يمكن ان يصدق صحيح طب المدارسات مش هحوزينها الفيت ابن مالك طب الحل ايه؟ قالوا خلاص الدكتور محمد هو في السعودية هنعمل اي فيديو كونفرنس كده ويبدأ هو يقرأ على المعلمات والمعلمات يقولوا وراه المعلمات مش مطالبة ان هما يحفظوا الفيت ابن مالك بس المطالبين ان هما يحسنوا قراءتها للاولاد الاولاد يا شيخنا قاعدين مسكين المصاحف وشغالين في الختمات بتاعتهم بس ودنهم مع مين؟ مع المعلمات بياخدوه علم المعلمات جوم يقولولهم يا جماعة انتم استفدتوا ولا لا الولاد قالولهم احنا عاوزين نسمع الفيت ابن مالك سبحان الله ايه اللي حصل؟ الولد بقى عقاري الولد بقى بدأوا يدولوا لغة احفظ يا ابني خمس تلاف كلمة في اللغة الانجليزية بكل سهولة احفظها ايه المشكلة انا حفظت اللي اصعب منها احفظ يا ابني كذا اخلصها بكل بساطة خد يا ابني يوسي ماس في الرياضيات في الحساب خد يا ابني الولد بقى عقاري احنا دلوقتي جيبنا للولاد تخمة من اكل الشيبسي وشرب البيبسي صحيح اهلكنا العيال انه قاعد طول النار منكب ومنكفئ على التليفون وتحت شعار ارحموا الطفل ارحموا الطفل ما تحفصي احنا شفنا كده للأسف الشديد على الشهة التليفزيون انوا بيتكلموا على تحفظ القرآن في السن ده ان دي جريمة الولد حرام عليكم انتو بتقتلوا الاولاد بنقتل مين بنقتل مين حرام عليكم انتو اللي بتقتلوا الولاد لما تضعون دي الحياة الحقيقية الولد بقى عقاري الولد بقى عنده ملكة دلوقتي انه اديله اي لغة هيتقنها اديله اي مسألة في الحساب هيتقيض فيها اديله فيزية ادي له كيمياء ادي له اي حاجة خلاص الولد كسر كل الحواجز دي معادشى في حاجة وقفى قدامه في المسائل دي اصبح متفتحا الى كل العلوم والطاقة ولذلك القرآن يا سيدنا ليه أثر كبير جدا جدا يعني في حياة كثير من المتخصصين في عشرات الأبواب في الحياة يعني مش بس مع الأطفال الصغيرة ولكن القرآن كان ليه تأثير شريك جدا على ناس كثيرة جدا حتى بعدما تقدمت بها الحياة وشتت تخصصات أكيد لمست ده كثير يا سيدنا يا شيخنا يعني دور على معظم المبدعين ومعظم المتألقين ومعظم الناجحين في المهم بتاعتهم هتلاقي كلمة السر معاه أنه حفظ القرآن أو أنه كان يوما من أهل القرآن واسأله على أكتر حاجة فاتيته أو حاجة أكتر حاجة محروم منه يقولك أنه أنا ما حفظتش على الكنز اللي في إيدي ولكن هو مدين للقرآن بالفضل ده مجال هندسة في مجال الطب في مجال تكنولوجيا في مجال البرمجة القرآن يا سيدنا بيعمل الإنسان برمجة القرآن بيعمل الإنسان برمجة القرآن لما أنا بقرأ فيه وفاهم وعن تدبر وعن تأمل لمعانيه وفاهم لآيات الحلال وآيات الحرام ومدارسة السير اللي فيه والقصص بتاع السابقين والتماس العبرة منها انت هتخلق منه كيان تاني خالص وانا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم صحيح يا ناس ياللي عاوز تسعد ابنك صحيح ياللي عاوز تسعد بنتك ياللي عاوز تسعد حياة نفسك نعم استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الملكات أصبحت فيها بركة نعم هو ذا اللي مش متخيل عند كثير من الناس نعم وممكن يؤخذ على سبيل السخرية وسبيل التقليل وسبيل الشك لكن أصحاب اليقين وأصحاب الإيمان لما يذهب في هذا القرآن القرآن حيا أصلا نعم جعله حيا كذلك يا شيخنا واضح جدا تأثير القرآن الكريم على سلكيات من قرأ القرآن حقيقة يعني قرأ القرآن وهو يعي هذا القرآن ويفهم هذا القرآن ويتعبد في هذا القرآن السلوكية مختلفة نعم والذين بتععدوا عن القرآن يعانون معاناة شديدة جدا نعم لعلك لمست ذلك أيضا في أخلاقية بلا شك لما يكون مثلا إيه إنسان قرأ القرآن للتدبر وللفهم صحيح وللعمل غير إنسان تاني إيه يعني إيه قرأ القرآن زي نقول في قول الله جل وعلا نعم يعني يحيي أخذي الكتابة بقوة نعم بقوة قوة إيه قوة العمل قوة التدبر قوة تغيير الحال من حال إلى حال إن أنا أبقى إنسان مش أبقى إنسان وضيع ولا إنسان مركون على رف البشر نعم لازم أبقى إنسان ناجح ولازم أبقى إنسان متفوق القرآن هيحطني في الصدارة قرآن لما يكلمني إذن يعني 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 عارف شخنا من المشاكل التربوية الخطيرة جدا جدا التي يعاني منها كثير من الناس إن الناس حينما تنتقل من حال إلى حال فكان في حال زمان حال القسوة والشدة والعنف والضرب والإهانة وكذا يعني وده طبعا شيء ليس صوابا صحيح ما كان الرفق في شيء إلا زينة وما نزع من شيء إلا شينة نعم راحت مع شوية محاضرات ومقالات ومعلومات بدأت الناس تتجه إلى السبيل الآخر المضاد نعم وأصبح كأن هذا ضد هذا وهي الليونة التم الإفراط الإفراط بقى في الليونة وإن الولد محرموش من حاجة بيسموه يا شيخنا بيسموه إسهال الاستسهال شفت كده سيدنا إسهال الاستسهال صحيح يعني دي ناحية تانية نعم يبقى في ناحية العنف والغلزة راح واحد تانية لك لا 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 أنا أبني مش أحرمه من أي حاجة مش أضغط عليه في أي حاجة فراح سايبه ليه للدلال والتنعم والرفاهية واللي هو عايزه من قبل ما يتمنى يلاقيه ودي أفسد جيل رهيب إنه ما عندهش استعداد أن يتحمل الأجيال طلع كده يا سيدنا ولأسف الشديد نعم ما فيش تحمل المسئولية ما فيش الصناعة القرآنية صحيح هو يا سيدنا الله جل وعلا لما أمر سيدنا إبراهيم عليه وعلا يا بنا الصلاة والسلام ببناء الكعبة نعم الأمر كان لسيدنا إبراهيم نعم تمام كده نعم المطالب ببناء الكعبة كان سيدنا إبراهيم صحيح والقرآن حكى كده نعم ماذا قال ربنا جل شأنه واذي يرفعوا إبراهيم القواعدة من البيت وإسماعيل مون ما قالش يا ربنا سبحانه وتعالى واذي يرفعوا إبراهيم وإسماعيل القاعدة من البيت ليه؟ لأنه كان إبراهيم هو المنطبه القيام بهذا العمل ولكن الله جل وعلا ذكر سيدنا إسماعيل لازم يدي له حق قاله أن أول واحد كان متخذ السقالة عشان نطلع نبني أعلى الكعبة العظيمة ليه هو ده البنيان اللي سيدنا إسماعيل بنى به في الوقت ما كانش فيه تكنولوجيا ولا كان فيه نوع زي يشيل الحجر ويرفعه فوق هو وابنه الصغير اللي هو سيدنا إسماعيل والمشهد العجيب جدا سيدنا الذي يحار له العقل كيف أب رحيم زي سيدنا إبراهيم يستشير سيدنا إسماعيل مش في أنه هو ياخد درس أو يذاكر كتاب أو يروح يحضر محاضرة أو يشتغل شغلانة ده بيستشيره في الزبح نعم ولد متربي هو لو كان ابنه في المنامي أني أسبحك فانظر ماذا ترى هو لو كان ابنه كان قال له لا ما كانش هيدبحه إنما هو عارف أن ابنه متربي وعارف أنه يختار الزوجة الصح اللي غرست الغرس الصح اللي طلعت المنتج الصح صحيح وده يلفت النظر يا سيدنا إن هي تربت على السمع نعم وسيدنا إبراهيم خلاص هو بيسمع وإبراهيم الذي يوفى هو بيسمع وبراته متربي على كده فلما جاء التكليف لسيدنا إسماعيل هو متربي في البيئة دي أصلا ما هي دي الأم اللي قالت له أنت سايبنا المين صحيح قالت لان يضيعنا هي ديت الأم اللي طلع من ابنها ده المنهج من العائلة افعل ما تؤمر ده صحيح ده المنتجات المخرجات جات بناء على إيه على المعطيات نعم يبا نصيبة كبيرة جدا يا سيدنا تربية الأجيال دي وللأسف يعني نحن نحذر فقط لأن الأمر خطير جدا قضايا المدارس الغالية أوي واللبس الغالية أوي والفصح الغالية أوي وبيصبح الولد بعد ذلك هذه الأمور بالنسبة له كأنها شيء طبيعي وفرض ما فوش أي كلفة من الولد أصلا وتتحول عنده الحياة إلى حياة مادية خالية من تحمل أي مسؤولية نعم فين كلمة لا وتربية الولد على التحمل تربية الولد على أنه يبزل الجهد أنا كنت أقرأ لأنيس منصور في يوم من الأيام قال لك السفير الألماني قرر يأخذ ولده ويمشو فبيقولوله ليه يعني ده احنا مدلعين احنا مدلعين العيل آخر ده لأنتزاء قال ليه قال أفسدتم علي يا ولادي الوقت كان يدخل البيت ينظم الحجرة بتاعته يجهز الكتب يشيل الشنطة بتاعته قال لك هنا طبعا عشان سفير وبيتعامل بقى هم فاكرين هم بيخدموا الخدمة شيئا جدا الوقت ما بعملش ولا حاجة قال لا 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 عيالها يبوز واس قال عايز الوقت يتحمل ويشيل الشنطة وير venir مدرسة ومشي ويرجع يبقى كده راجل كده شفت خياله شيخناهم مفاهمين الابعاد الموجودة دي وإحنا لكن خوز الكتابة بقوة ديلالة شديدة جدا نعم خذ الكتابة بقوة مش عشان تقرى في الميت صحيح خذ الكتابة بقوة مش عشان يبقى مكانه القبر صحيح خذ الكتاب بقوة مش عشان تروح بمسابقات نعم خذ الكتاب بقوة عشان تبقى مسلم قوي بيه في صنعتك في مهنتك في حرفتك في وظيفتك ان انت ازاي يعني ايه تبقى فخر بهذا القرآن وانت في الطب وانت في الهندسة وانت في اي مجال في الفلك في اي مكان في الدنيا انت اخذت القرآن كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي لو نزل به رب العالمين سبحانه وتعالى على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم عشان يبقى نبراس للدنيا كلها صحيح عشان يبقى استفادنا به استفاد به الاموات ساعتها استفاد به الاحياء قبل ان يستفيد به الاموات الشخص صحيح طبعا ايها الاحب الكرام يعني القرآن الكريم الكلام عنه عزب وجميل ولا يكاد ينتهي لكن فعلا فعلا يعني من اجل سلامة القلب وارتقاء الروح ونزاهة العقل ونجاح هذه الحياة وقوة هذه الدنيا الامراض الفضيعة جدا في المجتمع الان التي اصبحت تقلق قلقا غير طبيعي انتشار المخدرات بشكل فج رهيب فساد البيوت وعدم تحمل المسئولية عند البنت وعند الولد ونسب طلاق مفزعة ده في قسوة موجودة في المجتمعات وده غير الوضع الاقتصادي والضغط النفسي والجانب الاجتماعي معاناة شديدة جدا كل ذلك علاجه وسلامته وطمأنينة موجودة في هذا القرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ساعدنا أستاذنا الأستاذ وجيه السوء بهذه العبارات الجميلة وتلك الأطروحات الرائعة وكانت ساعات موفقة أسأل عز وجل أن تكون في ميزان حسناتك وأن الله عز وجل ينفعك ويرفعك بهذا القرآن الكريم وهذا الفهم العميق شرفتنا ونورتنا إن شاء الله جزائكم الله خيرا وإلى لقاء قريب إن شاء الله